والآن ينضم إلينا عبر الانترنت من بغداد دكتور أحمد الرويضي السفير الفلسطيني لدى العراق سيادة السفير وحييك على الجزيرة مباشر قبل أن ألقي بسؤال الأول دعني أقرأ هذا الخبر العاجل الخارجية القطرية ندين قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جبلية في متجرة جديدة إذن الخارجية القطرية تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جبلية والذي أوقع أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين وتقول الخارجية القطرية نحذر من توسع الهجمات ضد أهداف مدنية ما يعد تصايدا خطيرا يقوض جهود الوساطة سيادة سفير دعني طبعا أبدأ معك من هذه المشاهد الدامية التي تبعناها اليوم على شاشتنا وشاشات التلفاز وهذه المجزرة التي قامت بها الاحتلال الإسرائيلي في جبلية وفي أماكن أخرى لليوم الخامس والعشرين على التوالي كيف تقيم هذا المشهد سيادة سفير أولا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمة للشهداء والشفاء لكافة الجرحة دعني أقول لك نحن أمام جريمة تطهير عرقي بالمعنى الحقيقي هناك إبادة المقصود منها تهجير أهل الغزة وفرض حلول سياسية على الشعب الفلسطيني تعني التوطين أهل الغزة في سيناء وحديث في الضفة الغربية شاهدتم ربما الأسبوع الماضي تم توزيع منشورات موقعة من جماعات استطانية يقودها أشخاص في حكومة الاحتلال الآن تدعو إلى أهل الضفة الغربية إلى ترك الضفة والقدس الشرقي والتوجه إلى الأردن وبالتالي هناك الآن مشروع سياسي يحاول احتلال إسرائيلي فرضه على الأرض بمنطق مسلح ودفعنا إلى قبوله وبالتالي كان قرارنا واضحا تحدث السيد الرئيس محمود عباس في القمة الذي عقدت في القاهرة وقال لنحر من أرضنا تجربة التي حصلت في العام 1948 لن تتكرر لذلك المشهد صعب جدا وللأسف تحدث هذه الجريمة في ظل صمت دولي رهيب يعني كشف القناع عن هذا المجتمع الدولي الذي كان أتحفنا كثيرا في الحديث عن القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وحفظ الأمن والسلم الدوليين واتفاقية جينيفي الأربعة واتفاقية لهاي واتفاقية رومال لعساس شكرة المحكمة الجنائية الدولية ومن وضع هذا القانون الدولي الإنساني هو المجتمع الدولي نفسه لذلك هو أصم أعمى لا يتحدث عندما يتعلق الموضوع بالملف الفلسطيني أنا شاهدت المتحدث باسم البيت الأبيض عندما كانت الحرب على أوكرانيا قال هو كان حزينا وانسالت الدموع من عينه على أطفال أوكرانيا بأنها تقصف مستشفيات ومدارث طب ماذا بالنسبة للمشهد في غزة الآن أليس هذه جريمة تستدعي أن يكون هناك صوت عالم من كل حر في هذا العالم يتحرك من موقعه لإيقاف هذه الجريمة لرفع الظلم عن أهلنا في غزة لوقف هذا القصف من البر والبحر والجو يعني اليوم في جبالي أربعمائة شهيد المنازل التي قصفت أليست عائلات لها صورة ومشهد وامتداد وأصدقاء إذن واضح أن هناك الآن محاولة تغيير الحقائق على الأرض ضمن برنامج يقود ناتنياهو وللأسف مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية التي تدفع باتجاه هجرتنا عن فلسطين من جديد ومنع أي إمكاني لقيام دولة فلسطينية في المستقبل أعود إليك سيد سفير لكن دعني أقرأ هذا القبر العاجل هيئة المعابر الحدود الفلسطينية مصر أبلغتنا بأن 81 من مواطني غزة المصابين بالجروح خطيرة سيغادرون إلى مصر غدا لتلقي العلاج إذن هذا أول تحرك من نوعه بعد بدء العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة من 25 يوما أما مدير منظمة الصحة العالمية فيقول بدون الوصول العاجل وغير المقيد للمساعدات إلى غزة ستستمر المأساة وليس لدينا وقت لنضيعه إذن على ما يبدو أن التعويل على المجتمع الدولي دكتور أحمد لن يؤتي ثماره إذن ما الحل؟ أولا دعني أقول لك أنت لا يمكن أن تفصل نفسك عن المنظومة الدولية نحن نتحرك بعمقنا العربي وعمقنا الإسلامي أيضا ونحاول تفعيل هذا الدور بحيث تتحرك آلة لعبة المصالح السياسة عبارة عن لعبة المصالح حتى اللحظة كما تشاهد المواقف تدخل في إطار التنديد والبيانات الإعلامية والمواقف التي لا تحمي غزة ولا تحمي أهلها لذلك نحن رسالتنا واضحة أن يتحرك الجميع ويتحمل مسؤوليته أن يضغط على المجلس الأمن أن يضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وأعتقد أن لدى العرب من الإمكانات ما تمكنهم من القيام بهذا الدور كان هناك اجتماع للجامعة العربية كان هناك اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي لكن دعني أقول لك لا بد من تفعيل أدوات عمل جدية فعلية تضمن لنا أن نوقف هذه الجريمة التي عنوانها التطهير العرقي لذلك أنا أستخدم هذا المصطرح لأنه هو المصطرح الحقيقي الذي ينطبق على هذه الحالة وهو جريمة جرمتها اتفاقية رومال على أساسها شكلت المحكمة الجنائية الدولية خلينا نقول بشكل واضح الفعل العربي والإسلامي يجب أن يتوسع باتجاه أن يكون ضاغطا حقيقيا فعليا على الإدارة الأمريكية لأنه هي الوحيدة التي بيدها أن توقف إسرائيل عما تقوم به الآن من جرائم قتل عمد لمواطنين عزل لذلك ترى أن نسبة الشهداء من الأطفال وصلت إلى أكثر من ثلثة الشهداء التي سقطوا من بداية 7 أكتوبر أنت تتحدث عن حوالي 10 ألاف شهيد حوالي 20 إلى 25 ألف مصاب لدينا أطفال وعائلات ما زالت تحت الطراب لا يمكن غزة محاصرة بالكامل يمنع عنها الماء والغذاء والدواء انهار القطاع الصحي قصفة المستشفيات قصفة الجوامع والكنائس لذلك هذه المشاهد تنقل مباشرة من طرفكم ومن أطراف أخرى الجميع الآن يشاهد الذي يحصل على الأرض نحن في الدبلوماسية الفلسطينية نتحرك سفرائنا بالتنسيق مع السفراء العرب للتأثير على سفراء الدول الخمس على الأقل دائمة العضوية في الأمم المتحدة أن تقف عن مسؤولياتها نحن هنا اليوم في بغداد لتقايد بعض السفراء العرب واتفقنا على أن نلتقي سفراء دول خمسة دائمة العضوية في الأمم المتحدة والتي أيضا تستطيع أن تمارس دورها لا يجوز أن يبقى الفلسطيني ضحية فيتو لدولة ما على حساب حقوقنا وعلى حساب حياتنا المسألة تجاوزت الحقوق القانونية والإنسانية والقيم التي يتحدثون عنها واضح أن العالم بلا أخلاق قانونية ولا بظل صمته عن هذه الجريمة التي تحدث أمامه بهذا القصف المستمر وهذه الصور والمشاهدات لأطفال غزة والنساء غزة ولشيوخ غزة والذي اعتدى عليهم بالقصف بأسلحة محرمة دوليا حتى نسفيد من وجودك معنا وأنت سفير فلسطين لدى العراق إذا حاولنا أن نلخص الرؤية العراقية والدور العراقي فيما يحدث في الأراضي المحتلة وخصوصا في غزة ماذا نقول الإخوة هنا في العراق موقف مواضح تم التعبير عنه من دولة رئيس الوزراء في كلمة اللي قدمها في مؤتمر القاهرة اللي كان واضح وهما للعلم يعني يرفضوا إدانة المدنيين من الطرفين لذلك كانوا ممتنعين في الأمم المتحدة وهذا موقف نحن نتفهمه وأيضا يعني حتى موضوع حل الدولتين لديهم هنا قانون صادر من البرلمان بتجريم التطبيع وعقوب تصل إلى عشر سنوات لذلك هم لديهم موقف واضح في دعمنا في توقيف الجريمة التي تحدث الآن في غزة وهناك اتصالات يجريها دولة رئيس الوزراء وأنا على الطلاع عليها هناك أسفير والقيادة الفلسطينية على الطلاع عليها مع أطراف دولية مختلفة سواء مع الرئيس الأمريكي مع الرئيس الفرنسي الألماني أيضا تحدثوا مع مندوبينهم بالأمم المتحدة هناك تحرك مع مندوبنا هناك ضمن المنظوم العربية ضمن المجموعة الإسلامية لكن دعني أقول لك المسألة الآن خطيرة جدا هناك طبعا مساعدات إنسانية قدمت هناك مواقف للمرجعيات الدينية الأحزاب القوى الفعاليات الكل هنا متضامن مع فلسطين وهناك مشهد تشاهد الحقيقة في الشارع العراقي يعني يميز في هذا الصوت العالي الذي يصدر اتجاه ما يحدث الآن في غزة لكن المقلق بالنسبة لنا الحقيقة ليس هو موقف الشعب العربي اللي عم بتشوفه في الساحات وإنما تحريك الأحرار في العالم تحرك سفراءنا وسفراء المجموعة العربية تحركت الجاليات العربية والإسلامية في أوروبا الآن بدأنا نسمع أصوات من أعضاء برلمانات من أحكومات هناك استقالات تتمت الأمم المتحدة هذا الصوت يجب أن يعلو أكثر في العالم لتكون الكرة الأرضية كلها متفقة على ضرورة إنهاء هذا الاحتلال وأن المجرم هنا هو من يحتل الشعب وليس الشعب الذي هو الضحية من 75 عام وهو تحت الضرب ومجازة ترتكب ضده ومطلوب منه أن يدين وأن يرفض وأن يقبل والمحتل هو فقط من يعطى الضوء الأخضر لاستمرار ممارسة جريمته السفير دكتور أحمد الرويضي السفير الفلسطيني لدى العراق كنت معي عبر الإنترنت من بغداد جزيلة شكر لك سيد سفير المترجم الآن ترجمة نانسي قنقر